اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأشعة الكهرومغناطسية مع الغلاف الجوي وينتج عنها عمليات إما التشتت أو الامتصاص أما تفاعلها مع الأهداف فينتج إما إنعكاس أو نفاذية أو امتصاص طيب بالنسبة لعملية التشتت يحدث بسبب استدام الأشعة بجزيئات الغلاف الجوي فتتشتت هذه الجزيئات طبعا في أنحاء متعددة من الغلاف الجوي أما عملية الامتصاص فهي فقدان جزء من طاقة الأشعة الكهرومغناطسية بفعل مكونات الغلاف الجوي تفقد جزء من هذه الطاقة عن طريق أنه الغلاف الجوي يمتص جزء كبير من هذه الطاقة زي عند اختراق الطاقة الشمسية للغلاف الجوي عند دخولها لسطح الأرض جزء من الطاقة الشمسية يتم امتصاصه من قبل من؟ من قبل الغلاف الجوي بالنسبة للأهداف ينتج عنه تفاعلات مثل الانعكاس والنفادية والامتصاص نبدأ بالأول اللي هو بعملية الانعكاس انعكاس من اسمه ارتداد للأشعة عن الهدف إما أن يكون الارتداد بصورة منتظمة أو غير منتظمة حسب نوع الهدف اللي وقعت عليه الأشعة في عنا أهداف مسقولة يحدث عليها انعكاس منتظم وأهداف غير مسقولة وسطحها خشن يحدث عليها انعكاس ما له غير منتظم أما بالنسبة للنفاذية فهي اختراق الإشعاع الكهرومغناطيسي لبعض المواد مثل المياه والزجاج إذن اختراق الإشعاع الكهرومغناطيسي لبعض المواد مثل المياه والزجاج أما عملية الامتصاص فتعتمد على الطول الموجي للأشعة الساقطة وطبيعة الفيزيائية للهدف هذا طبعا لها دور كبير في عملية الامتصاص يعني الآن بالنسبة للألوان هل الطول الموجي لللون الأسود زي الأبيض؟ أكيد لا لذلك كمية امتصاص الأشعة تختلف بين اللون الأسود والأبيض كنا عارفين درجة الامتصاص في اللون الأسود والألوان الداكنة تكون أكثر بكثير طيب الآن تقسم المستشعرات إلى مستشعرات فوتوغرافية مستشعرات حرارية للأشعة تحت الحمراء مستشعرات الأمواج الميكروية أو أمواج الميكرويف المستشعرات قد تكون سلبية أو إيجابية وهذه الجزئية كتير مهمة 11 إما أن تكون سلبية وهي التي ترتبط بوجود ضوء الشمس لذلك فهي تعمل فقط في النهار لأن الشمس لا تظهر إلا نهارا أو إيجابية وهي لا ترتبط بوجود ضوء الشمس حيث تقوم بتوليد الطاقة وإرسالها إلى الهدف وتعمل هذه النوع من المستشعرات ليلا ونهارا لأنها لا تحتاج أشعرات الشمس نيجي الآن للأسئلة الخاصة الأسئلة الخاصة بقول السؤال الأول ضعي دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة العملية الأهم في الاستشعار عن بعد هي الإنعكاس التشتت النفاذية الامتصاص طبعا الإجابة الصحيحة هي الإنعكاس ألف من أكثر عوامل امتصاص الأشعة القادمة من الفضاء الخارجي الهيدروجين ثاني أكسيد الكربون بخار الماء باوجين معا طبعا الإجابة الصحيحة هي باوجين معا بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وأيضا يوجد غاز الأزون جميع ما يلي تعتبر من النوافذ الجوية ما عدا الأشعة الميكروية الأشعة تحت الحمراء الأشعة فوق البنفسجية الأشعة المرئية الإجابة الصحيحة هي الأشعة فوق البنفسجية لأن الأشعة فوق البنفسجية تتأثر عند مرورها نطاق الغلاف الجوي السؤال الرابع تعتمد عملية الانعكاس على جميع ما يلي ما عدا طول الموجة هي موجة الإشعاع زاوية سقوط الإشعاع الطبيعة الفيزيائية والكيميائية للهدف ولا المسافة بين الأشعة والهدف طبعا باء المسافة بين الأشعة والهدف السؤال اللي بعده خمسة تشمل نطاق الموجات ذات الأطوال ما بين واحد مليمتر إلى عدة أمتار ألف مستشعرات الأمواج الميكروية الماسحات الحرارية للأشعة الحمراء أو تحت الحمراء المستشعرات الفوتوغرافية النوافذ الجوية الإجابة الصحيحة هي ألف مستشعرات الأمواج الميكروية تسمى أجهزة الاستشعار التي تقوم بتوليد الطاقة وإرسالها للهدف مستشعرات إيجابية مستشعرات غير فعالة مستشعرات سلبية مستشعرات طبيعية نشوف باقي الأسئلة اللي معانا في بطاقة رقم اثنين من بطاقات التعلم الذاتي للصف الحادي عشر نشاط رقم اثنين نشاط رقم اثنين يقول المستشعر أو قبل أكتب المفهوم العلم الدال على العبارات الآتية أداة تستقبل وتسجل الأشعة المنعكسة أو المنبعثة عن الهدف هو مين؟ المستشعر اثنين يحدث نتيجة استدام الأشعة بجزيئات الغلاف الجوي هي عملية التشتت ثلاثة النفاذية هي خاصية اختراق الأشعة الكهرومغناطيسية لبعض المواد مثل المياه والمواد الشفافة أما بالنسبة للسؤال الثاني أعللي الجمل العلمية الآتية واحد أوقات الاستفادة من النظام السلبي للاستشعار عن بعد محدودة طبعا لأن النظام السلبي يعمل بوجود ضوء الشمس أي يعمل وقت النهار فقط لذلك يعد أوقاته محدودة يعني يعمل فقط في النهار ليلا يتوقف عن العمل السؤال الثاني الاختلاف في خاصية الإنعكاس مهم في تطبيقات الاستشعار عن بعد ليش؟ طبعا حتى يتم رصد معلومات الأهداف بكل بساطة حيث أن كل هدف له خاصية إنعكاس مميزة له عن الأهداف الأخرى ويعتمد على الطبيعة الفيزيائية والكيميائية للهدف وطول الموجة وزاوية السقوط نأتي الآن للسؤال الثالث قارني بين المستشعرات السلبية والمستشعرات الإيجابية بالنسبة لأوقات العمل السلبية تعمل فقط في النهار لأنها تعمل بواسطة ضوء الشمس أما المستشعرات الإيجابية فتعمل في الليل والنهار مصدر الإشعاع في السلبية ضوء الشمس أما في الإيجابية هي من تقوم بتوليد طاقة وإرسالها إلى الهدف أمثل عليها المستشعرات السلبية الراديوميتر أما المستشعرات الإيجابية فهي إيش؟ الرادار السؤال الثاني أكمل الفراغ بما يناسبه واحد تعتمد عملية التشتت على واحد الطول الموجي للإشعاع وقطر الجزيئات اثنين من أنواع مستشعرات الأمواج الميكروية الرادار والميكرو میتر نشوف السؤال الأخير مع بعض آخر سؤال معانا تمع عن الأشكال الآتية ثم أحددي نوع المستشعر لو جيت للصورة هذه 11 أنا أول ما أشوف ضوء شمس ويرسل إشعاع إلى الأرض إذن هو مستشعر سلبي لأن المستشعر السلبي هو الذي يستقبل حرارته وطاقته من ضوء الشمس ويقوم بعكس هلمين إلى المستشعر أما الثانية فهي التي تقوم بتوليد أشععه وإرسالها للقمر الصناعي فهذه لا تعتمد على ضوء الشمس فتسمى مستشعرات إيجابية إلى هنا نقول قد انتهينا من حل بطاقة رقم 2 انتظرون إن شاء الله مع حل بطاقة رقم 3 وشروحات باقي الدروس لكن أتمنى أن تشتركوا في القناة وتدعموها حتى نستمر في عرض كل ما هو مفيد لدينا دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته